اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ببرنامج لقاء الرأي كما تعودتم كل أسبوع نأتي لنحل الساحة السياسية إن كانت في الداخل أو في الخارج ولكن على غير المعتاد وبعض الأحيان يستوجب الضيف بأن نتحدث معه عن دخوله للساحة السياسية والخروج منها لأن هناك علامات استفهام هناك استفسارات مننا نحن كإعلاميين وأيضا من المشاهدين المراقبين للساحة السياسية والجمهور بشكل عام لماذا خرج؟ ما الذي حصل؟ ما هي الأسباب الفعلية؟ وأيضا ما هو التحليل بالواقع السياسي الحالي؟ الضيف اليوم هو وزير الأوقاف والعدل السابق الدكتور نايف العجمي أهلا وسهلا بك يا مرحبا حياك الله دكتور بداية يعني قبل الحديث عن كل التفاصيل نتساءل ويتساءل متابع أيضا لماذا تتحدث الآن وأيضا لماذا كان السكوت هو النهج السائد عند الدكتور نايف الحجرة طوال الفترة السابقة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي بداية أشكركم على هذه الاستضافة ولا يفوتني أن أهن القناة أهن ملاك القناة والإعلاميين فيها وجميع العاملين بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقها وأرجو لها مستقبلا مشرقا وأداءا متميزا كما عودت جمهورها شكرا لك لماذا السكوت لماذا سكت الفترة الماضية سكت لأنني كنت أعتقد أن السكوت في تلك الفترة هو اللسان الفصيح وكنت كغيري ممن يميل إلى منهج المراقبة وينأى بنفسه عن الدخول في صراعات كلامية ومطارحات لفظية وأيضا من خلال التجربة التي خطها في الحكومة في الفترة الماضية وقفت على أشياء كثيرة تجربة كانت بالنسبة ليثرية أعطتني خبرة وقدرة على الوصول لجميع المعلومات التي ربما تخفى على كثير من الناس وجود المعلومة من مصدرها ومعايشتها والقدرة على تحليلها لا شك أن هذا يعطيك نظرة لا تتاح لغيرك وبعد هذه المدة وبعد التأني وإجالة النظر ونظرا أيضا للظروف الراهنة التي نعيشها أقليميا فأقليمنا ملتهب بحروب طاحنة ودول غير مستقرة سلب أمنها استحر القتل في أهلها وأيضا أوضاع اقتصادية كلنا يراقبها ويتابعها هذه الأمور وغيرها هي التي حملتني على أن أترك منهج بين قوسين السلامة الذي يميل إليه كثير من القدوات في المجتمع الكويتي ورجالات الكويت يميلون إلى هذا المنهج حتى يربعوا بأنفسهم من أسلوب التجريح والإساءة الذي ساد في الفترة الأخيرة أنا انتهجت هذا النهج واتخذت هذا القرار أن أتكلم بكل حرية فيما يتعلق بالشأن المحلي وعن تجربتي السابقة اجهر برأيك لا يأخذك ترويعه لا ينفع الصوت إلا وهو مسموعه وعندي يقين أن هذا الطريق مسالكه طرقه وعرة ومسالكه ضيقة وكثير الأذى أنا مدرك أنه كثير الأذى قصدك الحديث الدخول في هذا الباب والخوض في المعترك السياسي في هذه المرحلة لا شك أنه كثير الأذى وأن مسالكه ضيقة ولذلك اخترت هذا الخروج والحديث عن جميع الأشياء التي أعتقد أنه من المناسب الخوض فيها وتطرق لها في هذا اللقاء والسلامة من يريد أن ينهج نهج السلامة السلامة من الناس محالة كما قال الشافعي يعني من طلب السلامة من الناس فإنه طلب المستحيل والناس وإن تكلموا وإن آذوا فلا يعدوا أن يكون لفظ أذى كلاميا النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعرف أنه رمي بالكذب ورمي بالسحر ورمي بالشعودة ورمي بكل شيء حتى طعن في عرضه واتهم في عقبه وأنه لا نسل له ومع هذا وهم أرادوا بذلك الإطاحة به والتقليل من شأنه والله عز وجل يقول ورفعنا لك ذكرك لأن الرافع هو الله والخافض هو الله لو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك نعم دكتور يعني تحدث عن سبب السكوت والحديث ولكن لكي تضح المعلومة للمشاهد سبب الحديث هو الخوف من حجم الخطر أنت ترى خطر كبير إن كان إقليميا أو اقتصاديا كما ذكرت بشكل سريع ولكن سبب السكوت كان واضح ولكن الحديث هل الدكتور نايف يرى خطر يستوجب على الجميع الحديث؟ أنا أتكلم عن القدوات لأن القدوات والرجال المؤثرين أصحاب الرأي والبصيرة الذين تزخر بهم الكويت لا نسمع لهم كلام إلا في حدود طيقة هذا رجائي وطلبي من الجميع أن الكل يقوم بدوره كل حسب اختصاصه ومجاله لأن المجتمع والدولة بحاجة إلى أن يتكلم أصحاب العقل والحكمة نعم دكتور يعني أيضا بشكل سريع بإجابتك على السؤال الأول تحدثت عن الأمور التي تربئ بنفسك عنها والأسباب التي تتحشها السؤال اللي وجدك يا شنو صار بالكويت لماذا هذه الانقسامات كانت مذهبيا قبليا البعض وليس البعض أيضا الناس العاديين يرون بأن رجال السياسة لهم دور في ذلك بغض نظر معارضين أو موالين إلى الحكومة لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ نعم يعني هذا أعتقد أن سؤال لو تدخل أي مجلس من مجالس أهل الكويت ودواوينهم ومتدعياتهم ومجامعهم الكل يتكلم والكل يتذمر ويتحلطم على هذا الواقع هذا واقعنا وأعتقد أن الكويت لم تشهد انقساما في تاريخها كما تشهده اليوم السبب ممارسات سياسية خاطئة ومنحرفة في الفترة الماضية وما زالت بعض آثارها وبعض الممارسات ما زالت القائمة ولذلك لا بد من وضع النقاط على الحروف والحديث عنها بكل شفافية وصراحة في خطاب سياسي ساد في الفترة الماضية وهو ما زال وهو التطرف في النقد والفجور في الخصومة شيطنة المخالف إن كانت الحكومة تتهم بالشيطنة وأن الحكومة بدتت أموال البلد وأعطت ثروات الكويت لعدد محدد من العوائل وأن البلد إلى زوال وغير ذلك من الكلام الذي يخيل للمتابع أن البلد انتهى وأنها في طريقها نحو التصفية وهذا نعكس سلبا على النفسيات الكويت وأهتزت الثقة الثقة في البلد لأن يسمعون الخطاب العالي والصوت المرتفع الكل يؤكد يدعم ويدفع بهذا الاتجاه وهذا لا شك أنه خطأ وخطأ فادح الخطأ موجود والقصور موجود ولا أحد يستطيع أن ينكره لكن المبالقة والتطرف في تقييم هذه الأخطاء والفساد بحيث أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم يعني هذا خطاب وفي المقابل بعض الخطاب السياسي تجاه المعارضة بتخوينها بأنها تتبع جهات خارجية لها مشروع لإسقاط النظام والإطاحة بالسلطة هذه وإن كانت أخطاء موجودة وتكلمنا عنها سابقا وسنتكلم عنها في هذا اللقاء لكن هذا التطرف والفجور في نقدك للمخالف أي كان في أي فسطات ومع أي اتجاه لا شك أن هذا من أوجه الانحراف في خطابنا السياسي من الأشياء أيضا والتي هزت المجتمع بشكل غير مسبوق الخطاب الذي توجه إلى مكونات المجتمع الكويتي ضرب بمكونات المجتمع التشكيك في انتمائها ضرب بوتر الطائفية طعن في القبائل تشكيك في انتمائها وولائها ووطنيتها وكان هناك يعني ليست الفترة بوجيزة وإنما امتدت إلى فترة طويلة النتج عن ذلك وهذا أمر لا يريده أحد ولا يحبذه أحد ولا يدعو إليه أحد يحب الكويت ويعمل لإصلاح الخلل الذي فيها نعم تؤيد أن رجال السياسة هم من يعني زرعوا هذا الحس الجديد على المجتمع الكويتي لا شك عندي في هذا لا أشك في ذلك لأن الباقون لأن الباقين غابوا عن المشهد والذي هيمن على المشهد الكويتي في الفترة الماضية هم الأرباب السياسة هم الذين يتكلمون في كل شيء يعني المربون والتربويون والأكاديميون ظهورهم كان ضعيفا وصوتهم كان خافتا بينما الخطاب السياسي كان هو المهيمن وهو السائد وأرجع إلى هذا يعني كان هذا الضرب وهذا التمزيق لوحدة الصف ومكونات المجتمع الكويتي استمر فترة طويلة قنوات الأشخاص كان هذا هو ديدنهم ولا موضوع عندهم إلا هذا فترة وجيزة ثم انتهى الأمر فهذا يعني مظهر ومعلم من معالم الفترة الماضية والتي بقيت آثارها نحن نتكلم الآن عن الآثار الكراهية وثقة الإنسان بالقبيلة وبالطائفة وانتمائه لها أكثر من انتمائه إلى الدولة وإلى الوطن وهذا يعني أنا أقول واجب على جميع الرجالات الكويت أن يقفوا وقفة صادقة تجاه هذا الأمر أيضا وهذا يعني هو الذي أدى إلى أن نعيش مشهدا سياسيا آخر تجاوز الخطوط الحمراء ورفع السقف في الخطاب المعارض نعم أيضا سوف نتحدث عن الخطوط الحمراء التي يراها الدكتوراني في العجمي ولكن تحدث عن السنوات الماضية وهذا السؤال عن السنوات الماضية السنوات الماضية كانت يعني وصلت فيها الأمور إلى ندوات جماهيرية تجمعات وأيضا ندوات في مقار الأهزاب تشكيك في النوايا والأفعال تشويه للسمعة أيضا وأيضا انتهامات في الذمة المالية في كل شيء وصلوا إلى حد أن الاختلاف في الرأي يصل إلى حد العدائية لماذا وصلنا إلى هذا الحد و كيف هذا صحيح و هذا الموضوع متصل بموضوعنا الأول دعني أرجع إلى هذه النقطة لأعلق عليها لأنها هي التي حولت المشهد السياسي من واقع إلى واقع آخر تجاوز الخطوط الحمراء الاستطالة على ولي الأمر و رأس النظام بالخطاب الشهير و هذا من أسوأ المشاهد و المحطات السياسية التي عشناها في تاريخ الكويت الحديث و لا شك أن هذا من الأخطاء التاريخية الفادحة أن يتخذ ولي الأمر خصما في الخصومة السياسية و طرفا فيها هو مظلة الجميع و أب الجميع و مظلة جميع السلطات أن نتخذه قرضا و نخاصمه لا شك أن هذه خطيئة و ليس خطأا و لذلك أنا أدعو إلى معالجة هذا الخطأ الآن هذا الخطأ يجب أن يعالج الأمور لا يمكن أن تتعدل و لا يمكن أن تتبدل و لا يمكن أن تتقير إلا إذا عالجنا هذا الخطأ لأن المتابع للمشهد السياسي يدرك تماما أن تحول الأمور و تغير المسار كان من هذا الخطاب تاريخيا و لذلك هذا من المعالم التي الكل وقف عليها أيضا إسقاط الرموز و القدوات وصلنا إلى مرحلة لا كرامة لأحد و لا يوجد أحد إلا و يطعن فيه و يتكلم فيه و يساء إليه حتى أن الناس بدأوا يربؤون بأنفسهم عن أي خروج أو تبوى أي منصب من المناصب القيادية في البلد لأنه يعلم أنه سيكون غرضا للتجريح و الإساءة و الإهانة و الإسفاف و الإنحطاط في الخطاب اليوم الوزراء و الرموز السياسية سواء كانوا من النواب السابقين أو غيرهم يعني هذا الإسقاط أنا أعتقد أن هذه أيضا نقطة مهمة جدا يجب أن نلتفت إليها إذا أسقطنا الرموز و القدوات في المجتمع من الذي سيوجه المجتمع الجيل هذا يصدر عن رأي من يأخذ برأي من إذا كل واحد متهم و كل واحد نطعن فيه و كل واحد نشكك في ذمته من الذي سيقود المجتمع من الذي سيوجه المجتمع و لذلك هذه من القضايا الخطيرة و المهمة نتج عن هذا أيضا لعزز هذه الأجواء المحمومة و الموبوئة الإرهاب الفكري الناس بدأت تخاف أنها تعبر عن رأيها و تهاب خشية أن ينالها شيء من الكلام قناعتها أحيانا تكون بنفس الفريق لكن يخاف أنه إذا تكلم و عبر عن راية و صدع بالحق الذي يعتقده يعلم أنه سيطعم فيه و يخون و يتكلم فيه و لذلك يعني هذه أيضا من القضايا ذاعت ثقافة إن لم تكن معي فأنت ضدي و ثقافة ما أريكم إلا ما أرى أيضا رفع الصوت إذا ارتفع الصوت اعرف أن الحجة غابت و إذا علت الأصوات اعلم أن العقل مغيب و الحكمة مفقودة حين عشنا فترة ما هي قصيرة طويلة جدا و نحن في لجاجة في لجاجة و معلوم أن الحق أن المعلومة إذا غابت و الحق إذا غاب يستعيض الإنسان برفع الصوت حتى يغطي ضعفه بالصراخ و يسطر عجزه بالعويل لكن الهادى الذي يتكلم بهدوه و تؤدى و تأني هذا هو الشخص العاقل المتزن الواثق الذي يملك الثقة الواثقة و كما قيل البحر العميق أهدى و هنا أذكر يعني المشهد من المشاهد في التاريخ الإسلامي الشافعي يقول أن رجل مر على أبي حنيفة و وجد أبا حنيفة يجادل شخصا و أبو حنيفة طلع صوته و قام يرتفع صوته فالشخص الذي مر عليهم قال أخطأت يا أبا حنيفة ارتفت عليها أبو حنيفة قال لا تعال أنت ما تدرش قاعد أن تكلم عنه شو أنت قول لي أخطأت قال نعم لأنك إن أصبت صحت إن أخطأت صحت و إن أصبت رفقت فلما رأيتك تصيح أدركت أنك قد أخطأت و رجل من بني هاشم يقال له عبد الصمد كان في مجلس أحد الخلفاء فرفع صوته في النقاش فقال له الخليفة لا ترفع صوتك يا عبد الصمد فإن الصواب في الأسد لا في الأشد يعني الصواب والحق في القول السديد و ليس في الصوت الشديد و هذه من الأشياء يعني في نقاط كثيرة جدا لعلي أختم بنقطتين في هذه الجزئية التحريض و الوشاية صار عندنا نهج نهج الفترة الماضية و ما زالت أسلوب التحريض و أسلوب الوشاية يعني الفترة الماضية كل يوم نسمع عن أشخاص التي تطرح أسماؤهم لسحب جناسيهم وهم لا إشكالة على ملفاتهم و لا إشكالة عليهم و إنما تحريض من بعض الأشخاص لسحب جناسيهم من تبوأ منصبا قياديا في البلد مباشرة يتهم بآراء سياسية معينة لحرمانه من تبوأ هذا المنصب القيادي و كأن من له آراء سياسية مخالفة كأنه عضو فاسد في المجتمع و يجب أن يفتر وليس محلاً للثقة وهذا غير صحيح لازم أن نفرق بين من كان من لديه رأي سياسي مخالف وخالف بوفق الأعراف والآداب والأخلاق وبين غيره فهذا لا يمكن إذا شخص عنده آراء سياسية وخالف التوجه العام لا يصح أن نعامله باعتباره عضواً غير صالح في المجتمع الجزء الأخير الذي طاغت وظهرت في المشهد السياسي في السنوات الأخيرة وما زال إلى هذا اليوم ظهور الرويبضة بين يدي الساعة سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمره العامة وفي رواية الرجل الفاسق يتكلم في أمره العامة وفي رواية ثالثة الرجل السفيه يتكلم في أمره العامة اليوم كلنا نشوف لو تسأل المجتمع الكويتي في أسماء وعناصر كل يوم تظهر بتصريحات ومداخلات وتعليق على الأوضاع في البلد لو تسأل الناس ما تجد أحدا مقتنع لا في فكره ولا في نهجه ولا في تاريخه حتى وصار وتبوأ مكانا وصار هو الذي يتكلم وهو الصوت العالي وللأسف المجتمع يردد مقالاتهم وكلامهم في محافلهم ومجالسهم زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأراضل فوق الذوائب يعني صاروا فوق رؤوس الرجال وفوق عمائم الرجال هذا أمر أيضا من الأشياء التي يعاني منها المجتمع الكويتي في هذه الفترة الأخيرة نعم دكتور هناك خط أحمر أيضا تم تجاوزه سوف يطرح ولكن بعد فاصل قصير مشاهد الكرام بعد الفاصل سوف نتحدث عن أمر معين مستحدث في الخطاب السياسي بعد هذا الفاصل رجعنا معكم مشاهد الكرام والحديث مع الوزير السابق الدكتور نايف العجمي والحديث السياسي والتحليل عن أسباب ما وصلنا إليه وما نحن فيه حاليا دكتور تحدثنا عن دور رجال السياسة في هذا الانقسام ولكن أيضا سألتك بشكل سريع ولكن ما أجبت على هذا السؤال إلى حد الآن وهي السنوات الماضية اللي عرشت عليها بشكل سريع اللي وصلنا إليه في السنوات الماضية أمر غريب مو بس المجتمع الكويتي على المنطقة بشكل عام أن نصل إلى مرحلة التشكيك في النواية في البناء المالية في الخطابات السياسية في كل شيء وفي حد الوطنية ويتم الجسم على ذلك ودون أي دليل أو برهان فما هي الأسباب التي وصلنا إليها لماذا وصلنا إلى هذا الأمر وكيف صحيح يعني من الأشياء التي منية بها المجتمع في هذه الفترة الأخيرة ضيوع الإشاعة وتداولها ونشرها والاعتماد على مصدر المعلومة بحسابات مجهولة اليوم كثير من المعلومات اللي الناس يتكلمون عنها على حسابات في تويتر نعم أشخاص ألقاب ويقولون ها شفت فلان هو اللي يتكلم فلان هو اللي يطلع على الوثائق فلان من وهذا منهم كيف تتهم براءة ناس عندهم أسر ناس عندهم أولاد ناس لها سمعة وتاريخ وصلت سن يعني متقدم مع هذا تطعن فيهم واتداول الإشاعات في حقهم بمصادر غير صحيحة و هذا يعني أمر يعني حذرنا منه رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم النادمين الشي بالشي يذكر قبل أيام طلعت إشاعة على و دعوة على مدير الجامعة أستاذ دكتور عبدالي طف البدر نعم أنه يقول طلبته طلاب الكويت جامعة الكويت سيئين نعم و بعدها بثلاث ساعات طلع نفي أن الكلام هذا ليس صحيح ما قال الكلام هذا و نفاه جملة وتفصيلة الثلاث ساعات هذه ما بين صدور الإشاعة إلى شوف الحجم السب والشتم والتجريح والطعن واللي طالب بمحاسبته واللي يحرك النواب لتوجيه أسئلة برلم تثبتوا تبين تثبت شلون تتهم الشخص و تنشر إشاعة من غير و هذا يقودنا إلى قضية أخرى اللي هي الافتراءات و الأكاذيب و الأباطين و قد خاب من افترى الناس اليوم تفتري يعني مو تطلع إشاعة هو يختلق الشيء على مسؤول و لا على وزير و لا على سياسي سابق شيء مو صحيح شيء مو صحيح حتى من الأشياء السخيفة الدكتور عادل الدمخي أمس قايلين أننا مسوي عملية تجميل و مطلعين لصورة قديمة و صورة حتى في الأمور الشخصية في الهيئة و الشكل شنو هذا افتراءات افتراءات و أكاذيب و أباطيل على أناس يعني خدموا الكويت و بدلوا أرواحهم و فنة أعمارهم في خدمتها نجي نفتري عليهم و نختلق الأكاذيب و هذا هو الأذى الذي حذرنا الله عز و جل منه في قوله و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا يعني اكتسبوا بهتانا و إثما مبينا و النبي صلى الله عليه و سلم يقول من بهت مؤمنا أو مؤمنة بهته يعني اختلق عليه افتراء عليه اختلق عليه كذب نسب له شيء ما سوا قال حبسه الله في ردغة الخبال يعني يوم القيامة الله عز و جل في جهنم يحبسه في ردغة الخبال اللي هي عصارة أهل النار ما يطلع منها حتى يأتيه بالمخرج لأن يجيب الدليل على صدق دعواه و صحة كلامه الذي افتراه على هذا المسلم و لذلك يعني هذه من الأشياء طعن في النيات مثل ما تفضلت أي واحد يسوي يطلع بتصريح يتكلم يطلع في النيات بس اللي ذكرت عن مثلا الأمثلة اللي ضربتها ما ليوا يكم بهذا السؤال مثلا اللي سووا هذا الموقف بالدكتور عدد الدمخي و الإشاعات اللي ذكرتها أنتم كسياسيين لما توجه لكم هذه الأمور ما تحسون بضعف حجة الصف المقابل أنه أيضا الشاعر راح يعرف أنه يعني ما عندهم شيء اللي حين اقتحموا الحياة الشخصية و قالوا الأمور لكن ما ديش المخ فهذا الشيء ممكن بشكل صريح ما يخليك واثق من نفسك أكثر من أن ضعف الحجة وصلهم إلى هذه المراحل هذا طبيعي ضعف الحجة لكن للأسف اليوم صار الكلام اللي مو صحيح الكلام الشيء اللي ما هو زين هو الجاذب هو الجاذب وهو المشوق وهو اللي ينتشر انتشار النار في الهشيم بينما الشيء المشرق و الإيجابي و الإنجاز و الأمر الزين لا ما يتداولونه و ما يتكلمون فيه هذا أنا أعرف أنه مو ضرر و لذلك قلت لك هذا أذى فرق بين الضرر و الأذى هذا أذى يعني أنت التأذى في أحبابك يتأذون في أسرتك التأذى في يعني و لذلك نقول يعني هذه المظاهر أنا أقولها أكد عليها الآن أقول الناس يدرون أن هذا ما فيه شيء جديد لكن ذكرها من باب التنبيه عليها و نقول لجماعة هذه كلها أخطاء و لازم نواجهها و لازم تصدى لأربابها لأن لو ثق تماما لو لقوا اللي يواجههم و يتصدى لهم ثق تماما لن تقوم لهم سوق و لن تروج أكاديبهم و لأباطيلهم و لذلك يعني مثل ما تفضلت أيضا الطعن في الأعراض و الذمم طعن كل يوم طلعين لك الأخبار و صور و وثائق طعن حتى أشخاص مواطنين عاديين طعن في في أعراضهم و إساءة إليهم و طعن في ذممهم المالية و اتهامهم في الفساد من غير دليل لكن لو المجتمع قالوا لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يتكلمون متأكيد لا بس ما لقوا أو لقوا على نطاق ضيق أو الناس يقول لك أنا ما لي بالصيحة و ما لي بال بوجع الرأس و يقول لا هذه مسؤولية وطنية اليوم هذه الظواهر السلبية كلها لازم نتصدى لها و لازم نواجهها هذا اللي يطعن فيه عراض الناس ما يعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم في أعظم في أعظم مجمع في حجة الوداع في قضية قال أكدها في ثلاث خطب النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع خطب ثلاث مرات في عرفة و في يوم النحر و في يوم القر الذي هو يوم التشريق الأول قال إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه و هذا الذي يقع فيه أعراض الناس لما عرج بالنبي صلى الله عليه و سلم رأى أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم و صدورهم فقال عليه الصلاة و سلم لجبريل من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس و يقعون في أعراضهم و في قاعدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله قال لا يطعن في الناس أحد إلا سقط يعني لهذا نهجه أن يطعن في الناس و في أعراضهم و في ذممهم و شكك في نواياهم نهايته السقوط و لا يمكن أن تقوم له قائمة أيضا من الأشياء التي شاعت و فشت التجسوس و التحسوس إفشاء الأسرار تسجيل كلامك الحين نجلس في مجلس و أفضي بالحديث الجلسائي يعني فيه كلام أقوله في مجالس ما يصرح لكل مقام المقال و أحدث الناس بما يعقلون ما أقوله أمام الملأ فيجي واحد يسجل من قير إذني و يروح ينشره و هذا شفناه في الفترة الماضية ما كان موجود في السابق و أيضا الهمز و اللمز و السخرية و الاستهزاء و التنابز بالألقاب الآن شوف القيادات و السياسيين و الرموز و المشاهير كثير منهم أعطوه لقب و هذا ما يجوز و لا تنابزه بالألقاب لا يسخر قوم من قوم هذه مبادئنا بحسب المرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم من هاب الناس تهيبوه و من حقر الرجال فلن يهاب و هذا من الأشياء و أختم بالجزئية الأخيرة في هذا المحور أن أذنت لي أيضا صار عندنا إسفاف و تدني في لقات الخطاب صار في فحش قولي فحش لفظي من قدوات من أشخاص ما أقول قدوات يفترض أن تبوأوا أماكن لا يتبوأها إلا القدوات و حتى يكون دقيق في العبارة كلام لا يليق كلام فاحش انحطاط و الله عز وجل يعني قال و قولوا للناس حسنة و قولوا للناس حسنة و لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن يعني مو بالكلام الحسن بالكلام الذي هو أحسن حتى خصمك خصمك يعني فيه فيه أحد قال الكلمة أعظم من كلمة فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما فيه ما أريكم إلا ما أرى و ما أهديكم إلا سبيل الرشاد الكلمة هذه لما قالها فرعون جبريل عليه السلام أخذت الملائكة تطرب بأجنحتها في السماء و جبريل أطرق برأسه إلى الأرض و بسط أجنحته إلى ستمائة جناح و قال يا رب أخسف أم مسخ أم قذ فقال الله عز وجل يا جبريل إنما يستعجل من يموت وأنا حي لا أموت هذا فرعون الذي يقل هذا الكلام لما أرسل الله عز وجل له موسى و هارون ماذا قال لهما لمخاطبة هذا العدو الرعديد قال فقول له قولا لينا ليش قال لعله يتذكر أو يخشى لأن المقصود المقصود الهداية المقصود اليوم في خطابنا الإصلاح مو الإطاحة بالشخص المقاصلة والمفاصلة والإسقاط لا أنا أبي أصلح الحال أبدل الوضع ولذلك لا بد أن تكون المقاصد حسنة إذا حسن المقصد و صلوحة النية استقامت الأمور نعم يعني دكتور قبل قليل تحدثت عن خطوط الحمراء و منها تجاوز المقام السامي بأحد الخطابات و لقيته بخطاب تاريخي ولكن أيضا هناك خط أحمر آخر تم تجلزه في السنوات السابقة وهو أمر جديد على مبس الحياة السياسية الكويتية على المجتمع الكويتي بشكل عام و هو التعدي على القضاء يعني كيفية محاربة هذه العادة الدخيلة نعم أنا ما أدري هل المجتمع الكويتي مدرك للكارثة التي ستقع لو أن هذه الاتهامات التي كانت في الفترة الماضية على شيوخ القضاء لو لم يتم التصدي لها هل يدركون ما هي الكارثة التي ستحل بالكويت أنا أقول لك شنو اللي راح يصير اللي راح يصير المؤسسات الدولة كلها تسقط في أحد يرضى أن مؤسسات الدولة تسقط أنت إذا ضربت المجلس مجلس القضاء و رموز القضاء هل تبقى عندك ثقة في القضاء إذا راحت الثقة شنو المؤسسات الأخرى ستسقط تتهاوى وبعدين شنو المطلوب ما هو المقصود و أني بالروح أنا لا أدري لكن واثق لو كان المجتمع متصور و مدرك هذا الأثر لا يسكت و لا يقف هذا الموقف المحايد و أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي لما تم إخراج هذه المستندات التي اتهم فيها ثلاثة من رموز القضاء الكويتي و أنهم قبضوا أموالا مقابل أحكام في المحكمة الدستورية هذه ظهرت بعد ما خرجت من الوزارة لكن أنا أقولها الآن من خلال قناتكم و للشعب الكويتي أقول فاتني شرف الدفاع عن هؤلاء و لو كنت موجودا لدافعت عنهم دفاعا لا يستطيعون هم أن يدافعوا عن أنفسهم و أنا أعذرهم لأنهم في مقام لا يستطيعون أن يتكلموا لا يستطيعون أن يتكلم و لا يستطيعون أن يدافع عن نفسه و أنا أعرف ما هو حجم الألم و حجم الضرع أنا دكتور أنا حسيتك مقهور في هذا الجانب يعني لما تكلمت يعني التعدي على يمكن لأنك أنت في الحقيبة الوزارية الناس تربط لأنك أنت في الحقيبة الوزارية و هي وزارة العدل فمستشعر هذا الخطر العظيم لا شك لا شك و أنا أقولها يعني أنا أكرر الكلام أن اللي حصل أمر كارثي على الكويت كلها لكن الحمد لله أن الأمر توقف و الموضوع الآن عند القضاء و القضاء سينصف و الكلام أن نبي جهات خارجية هي اللي تنظر في الموضوع لو استجيب لهذا الطلب ما فيه ثقة بالبلد معنانك ما تثق فيها في هذه المؤسسة القضائية و شون تروح الجهة خارجية التي تحكم في قضية تتعلق بالقضاء نعم أنا أدعو إلى إصلاحات القضائية إلى مخاصمة القضاء إلى لكن اللي حصل لا علاقة له بهذه الأمور الإصلاحية التي نتحدث عنها نعم دكتور كبار السم و رجال السياسة السابقين و المجتمع بشكل عام و أنا شخصيا لما أقعد مع الناس القبليين يقولون بأن الحياة السياسية في السابق ما اختلافها موالاتها و معارضينها ما كان فيه هذه الأجواء ما كانوا يعيشون بهذا الأسلوب كانت المعارضة يعني تحذو حذو الأدب والأخلاق في معارضتها ما كانوا يصلون إلى المراحل المتطورة كما ذكرنا ما الذي تغير ما هي الحاجة لأن نصل إلى هذه الأمور إذا كان الأساس جيد في المعارضة السابقة يعني أنا أعجب كما تعجب ولا أجد تفسيرا منطقيا و مقبولا للشيء الذي قاعد نعيشه لكن يعني اللي حصل مثل ما تفضلت يعني الطرح الفئوي هذا أسوأ ما يعني أشياء نعيشها اليوم اليوم الطرح الفئوي و الطائفي و القبلي القبيلة أقحمت في السياسة و دخلت في الخصومة السياسية و يعني صار فيه شعور لدى القبيلة بعض القبال أنها أنها هدف للسلطة و هدف للحكومة و هذه كلها أشياء طبعا أكثر كثير من الأشياء بحكم أني أنا كنت موجود في المشهد السياسي و داخل الحكومة والله كثير من الأشياء اللي يتداولونها الناس مو صحية لا أساس لها من الصحية لكن المؤسف اليوم أن القبيلة أقحمت في المشهد السياسي إذا كانت متوجهة معنا يعني دفعنا بها و مثل ما حصل في الفترة الماضية أنا أتكلم يعني بعجالة يسيرة على على مكانة القبيلة القبيلة لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يلقيها أو أن يهمشها أو أن يلقي وجودها لا يمكن عبر التاريخ من وجدة القبال العربية إلى يومنا هذا لا يمكن لكن حنا نتعاطى معها التعاطي اللي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم عطانا منهج قال لك لا تعصب رب العالمين قبلها و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا لتعارفوا و لم يقل لتفاخروا أو لتتعصبوا حنا اليوم المظاهر السلبية اللي نبه عنها النبي صلى الله عليه وسلم في التعاطين مع القبيلة التعصب للقبيلة التعصب لها هذا مذموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من من دعا إلى عصبية يعني القبلية و ليس من من قاتل على عصبية و ليس من من مات على عصبية و أيضا الاستنصار بالقبيلة و الاستصراخ بالقبيلة إذا وقعت الأزمات و المدلهمات هذا أيضا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كسع أحد المهاجرين رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال المهاجر يا للمهاجرين و قال الأنصار يا لالأنصار كل واحد يعتزم جماعته و قبيلته فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يستفزع قبيلته قبيلته فقال أدعو الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة وحذر منها عليه الصلاة والسلام اثنتان في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركون هن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب نعم الشيء الإيجابي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوظف القبيلة فيه في الدعوة في القتال كان يضع كل قبيلة مع بعضها البعض في راية واحدة كي تستبسل في القتال هذا توظيف وترشيد للقبيلة في المكان الصح وهكذا لكن اليوم صارت أدخلت وأقحمت القبيلة في الخصوم السياسية وهذا غير مقبول دكتور في الانتماء للقبيلة وجهة النظر الأخرى لازم أترحى عليك وبشكل صريح البعض يقول بأن هؤلاء الشباب لا يتكلم عن الناس المتقفة أو الكبار بالسن أو الذين لديهم درجة واعية مفهوظة أن لا ينجر في مراء هذه الانتماءات تتكلم عن الناس يعني الشباب أو المدفعين إلى الحياة هذه الانتماءات ما صارت هي بالدرجة الأولى للشباب لأن كيان الدولة ضعف نوعا ما فهم لجوا إلى القبيلة عشان تصل لهم شفونا تكوين القبيلة أو الطائفة أو غيرها أو اللي يعطينا حقنا هذا بوجهة نظرك دكتور نايف ما هو مبرر لهم؟ ما هو مبرر هذا تفسير هذا تفسير وليس تبرير ولا يمكن لعاقل أن يبرره لماذا؟ لأن أنت في دولة قبيلة هذا النعم قبيلة فيها أعراف وفيها لكن يبقى في حدود العلاقة الاجتماعية الخاصة بالقبيلة لكن في علاقتك بالدولة وعلاقتك بالباقي مكونات المجتمع لا تخضع لنظام الدولة وتخضع لقانون الدولة وليس لقانونك وأعرافك داخل هذه القبيلة وأنا وأكد لا يمكن لأحد أن يلقي القبيلة ولا أن يقلل من شأنها في بناء الدولة نعم السؤال الآن دكتور سنطلع من هذا المحور ونتكلم عن محور آخر ومهم للمشاهدين بشكل كبير وهو الاستقالة والخروج من الحكومة نيفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون إرهاب والاستخبارات المالية قاد حملة تشويهية ولم يأتي بداية سوى منصقات على صورة حملة صورتك الشخصية يعني ودعت إلى جمع التبرعات للشعب السوري هل كانت هذه الاتهامات سابة للاستقالتكم من الحكومة وغيابكم على المشهد السياسي وأيضا كيف تلقيتم هذه الاتهامات هذا موضوع رددت عليه في لقام خاص في قناة الرأي لما استمعت لهذه في نشرة الأخبار في نشرة الأخبار لهذه التهمة العوراء والفري البلها نعم ورددت عليها في حينها ولم تؤثر فيه لأني واثق من تحركي وواثق من نهجي نعم كانت الاتهامات هو حتى نكون منصفين نعم ليس هناك اتهام بالإرهاب أو تمويل الإرهاب القضية وما فيها عند كوهين أن وجدت صورتي في بعض الملصقات فيها كلامة أن فيها أشخاص من ضمن الملصق في مجموعة صور صورتي موجودة وصورة بعض الأشخاص الذين يتهمهم كوهين بتمويل جبهة النصرة نعم يعني لا أني أنا اللي علاقة بجبهة النصرة لأن الكل يعرف أنت شملت مع مجموعة؟ أن الصورة موجودة مع هذا و أنا ذكرت في تلك النشرة و كان طرحا تفصيليا أن دخولي وجود هذه الصورة كان من غير موافقتي و غير إذني كان في موافقة سابقة في بعض الأنشطة الخيرية و الإيقاثية و ثم بعد ذلك بعض الأخوان الذين يجمعون التبرعات يأخذون الصورة و يطرحونها للتسليح و دعم الكتاب و غيرها لما علمت بهذا أنا كتب تغريدة في حينها قبل عام و قلت أنا لا أسمح لأحد أن يضع صورتي في أي ملصق و فقط اللي أسمح لهم و آدى لهم الأخوان في مجلس الداعمين فقط و قلت أن المجلس أنا دعيت للانضمام إليه و قبلت لأن الأشخاص اللي فيه أشخاص يعني ثقات و أثبات و هم يعلمون أن نشاطي كان في الدعم الإغاثي الخيري للاجئين في الأردن و اللاجئين في تركيا يعني يمكن أكثر من 95% للاجئين في الأردن و توجد ملصقات و الأخوان لهم نشاط الواسع في دعم الثورة السورية لكن أنا كما قلت في السابق أنا مع الشعب السوري المظلوم و أعتقد إلى هذه اللحظة أنه مظلوم و أن نصرته واجبة و دعمه واجب و أن هناك كما أن أدنا و شجبنا وجود الداعش و وجود الجبهة النصرة و تكلمنا يمكن من أكثر الأشخاص اللي حذر الناس منهم متكلم في هذه الجهات كما حذرنا من هذه حذرنا أيضا من جميع الميليشيات التي تقاتل في سوريا و تقتل الشعب السوري الميليشيات الإيرانية و العراقية و اللبنانية و غيرها و هذا كان الموقف واضحا جدا و لا عندي يعني لكن هل كان لي نشاط في إيقاثة الشعب السوري أقول نعم نعم هذا السؤال دكتور هل هذه النشاطات تم إيصالها بحملة تشويه بشكل خاطئ لكي يتم تشوي صوت دكتور نايف بهذه الطريقة؟ أنا متأكد من هذا لأن الكل يعرف لو قمت بشيء من هذا لم أدخل سوريا ولا أحد من هؤلاء تربطني أي علاقة به لكن النشاطي الكل يعرفوه أنه نشاط في الكفالات الأسر كان عندي أكثر من مئة أسرة أكفلوها شهريا بسكنها و مصاريفها و إطعامها و غير ذلك و أيضا في الجانب الطبي يعني مع صندوق يعانة المرضى لإقامة المستشفيات و العيادات و شراء الأدوية و توزيعها على المرضى هذا كان نشاطي لكن مثل ما ذكرت لك اللبس اللي وجد أن الصورة وجدت في بعض الملصقات و أنا شرحت هذا اللبس و بيّنت المقصود منه هل هناك تحرك شخصي من دكتور نايف لمقاضات من حاول تشويه هذا المجهود الإنساني؟ و الله أنا كنت قلتها في اللقاء السابق لا أجد أن الأمر يستحق لأنه لا يوجد اتهام أصلا القضية و ما فيها أن الصورة وجدت في بروشور في صورة شخص متهم بدعم جبهة النصرة هذه القضية فسرتها و انتهى الموضوع و بالنسبة لي بما أني بحمد الله واثق من نفسي و واثق من نهجي هذه الاتهامات أو الآراء نعتبرها آراء مو اتهامات آراء و انطباعات لا تعنيني شيئا نعم أن أبو المساقين صفاء الهاشم استغلت هذه الفرصة لكي ما أعلن استجوابها لك تم تضمين هذه الورقة أو الملف ضمن الاستجواب و أنت أعلنت بأنك قادر على مواجهة الاستجواب فما الذي جرى و ما حدث طبعا من الأشخاص الذين تلقوا هذه الآراء أو هذه التصريحات من كوهن صفاء الهاشم كما قال تعالى اتلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم اتلقونه بألسنتكم يعني تدخل المعلومة إذا سمعتها من الأذن و مباشرة منطق بها من غير التثبت و التأمل و التفكير فيها و التعبير القرآني بليق اتلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم هي تلقفت هذا الخبر و مباشرة ظهرت و هددت باستجواب وزير العدل لأنه في وجود اتهامات شخص يتهم مواطن كويتي قضى النظر وزير و مسؤول في الدولة مباشرة يصدق و المواطن لا يدافع عنه و هو محل التهمة و يستجوب البناء على هذه التصريحات كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم و كما قال تعالى و فيكم سماعون لهم لكن أنا في بداية الأمر أعرضت عنه و لم أعلق على كلامها و لا على تهديداتها امتثارا لقول الله تعالى و إذا سمعوا اللقوة أعرضوا عنه و قالوا لنا أعمالنا و لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتقي الجاهلين و كنت أربأ بنفسي من الدخول في السجال و قيل و قال لأن النبي صلى الله عليه و سلم يقول أن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشة لكن و من خلال متابعتي للتصريحات تبين أنها مصرة على موضوع الاستجواب و أنها وقفت على تقرير من كوهين و الخزانة الأمريكية و غيرها فزورت في نفسي كلاما لم أبده أمام الإعلان زورت في نفسي كلاما و قلت إن أبت إلا المهارشة و المناقشة و المواحشة و المفاحشة فلتصبر على حد الغلاصم و قطع الحلاقم و نكز الأراقم و نهش الضراقم و البلاء المتراكم المتلاطم و متون الطوارم فوالله ما ناجز أهل الحق قرن إلا كسروا قرنه فقرع من ندم من سنه و لا بارزهم خصم إلا بشروه بسوء منقلبه و سدوا عليه طريق مذهبه لمهربه و مضيت و أنا أنتظر متى يأتي الاستجواب و أعلم أن هذا الطريق فيه أذى كلامي كما قلت لن يضروكم إلا أذى و إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما عليه هي الوحول فأهون ما يمر به الوحول و سكت أنتظر هذا الاستجواب و أنا على يقين أنه لن يكون هناك استجواب لأنه لا استجواب تستجب الوزير على أعماله في وزاراته و الهيئات التابعة له و صمت كما قال الأول و حالي إذا رأيت الموج في البحر سكن فالموج ساكن فالموج كامن لإقراق السفن و كنت أعتقد وقتها أن الاستجواب عبارة عن مبارزة كلامية و مطارحة لفظية و لا مضمونة فيه و لا شيء حوله و لا أجد في نفسي أي فضيلة أو قيمة مضافة في التغلب على هذا الاستجواب و أنا واثق من هذا لماذا؟ لأن كما يقول الأول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصى أنت إذا قلت أن السيف أحد وأقطع من العصى أنت بهذا حططت من مكانة و قيمة السيف و رفعت من شأن العصى و لذلك يعني مضت المدة و قدمت استقالتها و لم أرى هذا الاستجواب كما أني لم أرى الصيف الساخن الذي نطق به المنجمون نعم إذا أردنا الحديث عن الاستقالة فالسبب فيها هي الاتهامات الدولية للدكتور نايف العجبي أو الاستجواب النأب المساكل صفاء الحشم هذا موضوع يمكن فقط القريبون مني يعرفون سبب الاستقالة و الآن أقول بعض الأشياء التي تهم المواطن أو التي ممكن أن أتكلم فيها أن موضوع الاستقالة اتخذ و تقدمت فعليا بالاستقالة بعد مضي ثمانية أسابيع من تبوئي للمنصب الوزاري نعم يعني قبل هذا الكلام كله تقدمت به لسمو رئيس الوزراء و أيضا سمو الأمير حفظه الله تعالى و كان هناك مراجعات و لكن القرار اتخذ قبل هذا كله نعم فلا يصح يعني ربط موضوع الاستقالة بهذه الاتهامات و الفرا و لا بهذا الأمر الذي كان مقدم قبل الأمرين قبل هذا في نهاية شهر فبراير في نهاية شهر فبراير مطلع شهر مارس نعم فلا صحة لهذا يعني الكلام يعني منهم الناس شرقوا و غربوا في الموضوع الاتهامات وهذا غير صحيح جملة وتفصيلة و الموضوع الثاني الذي أشرت إليه لا يقوم لا على ساق صحيحة ولا على ساق عرجاء و هناك يعني من نسب مقال لأحد الأفاضل أنه التقى فيه و ذكر معاناة وزير اللي هو الدكتور بستام الشطي و أنه كان هذا الوزير في معيته و صحبته في سفرة لأحد الدول الخليجية و ذكر له معاناة و أنه خرج بسبب الأوضاع في المؤسسات و الوزارات التي تحته هذا غير صحيح هذا الدكتور مستعيلة بالخير لم أره منذ عام أصلا و هذا الكلام غير صحيح إطلاقا هناك أمر استثنائي طرأ عندي اضطررت إلى أن أتقدم باستقالتي و إلا فإن الحر لا يعود قبل مورده لا يصدر الحر إلا بعد مورده يعني دخلت في مهمة لا يمكن أن أخرج منها إلا بعد أن أحقق مقصودي و أرجع و أفي بقراطي لكن أمر استثنائي يعرفه القريبون مني جدا هو الذي دفع عني و حملني حالي لأمر شخصي صرف لا علاقة له بهذه الأمور نهائيا و صاحب ذلك ظروف صحية طرأت يعني بعد هذا الظرف الشخصي و إلا فإن الأساس هو ظرف شخصي طرأ بالنسبة لي نعم اليوم دكتور و أنت خارج الحكومة بعد هذه الأمور و وضحت سبب الاستقال أنه ما لا علاقة بالأمرين الذين حدثوا يمكن أنهم مترابطين و لكن أنت خارج الحكومة تحولت من لاعب إلى مراقب و مشاهد للوضع السياسي و لكن نريد أن أطرح عليك عدة أسئلة عن الوزارتين التي توليت حقائبهما كيف كانت التجربة كيف كانت التعامل مع الهيئات و الموظفين في الهيئات و القيادين في الهيئات التابعة لهتين وزارتين نعم هذا أعتقد أن سؤال مهم الفترة الأولى يعني اتخذت قرار من حين أداء اليمين للدستورية أني لن أحرك شيئا و لن أصدر بأي قرار إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تكلم الأشياء الاستراتيجية و هذه منهجية يعني رسمتها لنفسي لأن نحتاج إلى وقت كافي لاستكشاف الوضع التعرف على القطاعات كاملة الهيئات التابعة لأن الناس لا يعرفون يعني كثير من الناس عندي وزارتين و سبع هيئات تابعة يعني سبع وزارات أيضا مسقرة فأنت حتى يعني تعرف يعني الواقع العمل في هذه الوزارات في هاتين الوزارتين و الهيئات التابعة تحتاج إلى فترة لاستكشاف و التعرف عليها و تحديد مكان من الضعف و مكان من القوة و أيضا تحتاج إلى تقييم القيادين و لذلك من أول يوم ترأست مجلس الوكلة يعني الوزراء السابقون لم يكنوا يترأسون يترأسون هذه المجالس أنا الهدف منها التعرف على القيادات و التقييم الحقيقي للقيادات و بعد ذلك انتهت إلى التصور و تصور يعني حددت يعني الحمد لله بفترة وجيزة استطعت أن أتعرف على جميع القطاعات و الهيئات و صار عندي تقييم شخصي للقيادات وضعت خطة خطة عمل تحديد أولويات شنه المجالات التي أشتغل فيها و المشاريع و البرامج التي سأعمل عليها و أيضا من هم القيادات الذين سيستقنع عنهم و أقولها الآن عدد مؤثر يعني كان في طريقه نحو يعني الاستبعاد لأن هذا المقام هذه الأمانة المسؤولية يجب أن نأخذها بقوة و أن نأخذها بحق نعم أما أن نأخذها بحق أو لا فكان هذا التوجه يعني عدد مؤثر سيتم استبدالهم بأشخاص يعني قادرين على إدارة القطاعات التي أعتقد أنها مهمة في وزارة العدل يمكن أكثر شيء نعم و أيضا وزارة الأوقاف لكن يعني جد عندي هذا الظرف و طرأة عندي هذا الطارئ الذي حملني على أن أقف عن كل شيء و أتقدم بهذه الاستقالة نعم يعني دكتور سنتحدث عن الوزارتين و ماذا استطعت أن تحققه و مشاهدين الكرام بعد الفاصل سنتحدث عن كل وزير لديه رؤية فماذا حقق الدكتور نايف العجبي من رؤيته و إذا لم يحقق ما هي الأسباب بعد الفاصل عودة معكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء دكتور نايف العجبي بما أنك وزير سابق في حكومة الشيخ جابر بن مبارك فالسؤال رح يكون مباشر كيف تنظر إلى قيادة الشيخ جابر بن مبارك للحكومة نعم هذا الكلام اللي رح أقوله كلام حق و شهادة صدق مضطر يعني أني أقوله في هذا اللقاء في حق هذا الرجل سموه رئيس مجلسة الوزارة الشيخ جابر بن مبارك حفظه الله أنا أقيمة والمعدرة على كلمة التقييم أقول رأيي نعم ليس بناء على قناعات الآخرين أو انطباعاتهم نعم و إنما عن مشاهدتي و مخالطتي و تعاملي معه تعاملت مع رجل مخلص لوطنه و محب لأهل الكويت تعاملت مع رجل حريص على المواطن الكويتي و حريص على تحسين المستوى المعيشي له هذا في لقاءاتنا في أي مقترح دائما يؤكد على أهمية عدم المساس بالمواطن في الكلام الذي نسمعه الآن نرفع الدعم عن الكهرباء و عن المدرئيش نتكلم عن الهدر إيقاف الهدر لكن في كل الاجتماعات يؤكد على هذا البعد و هذا المعنى عدم المساس بالمواطن الكويتي أيضا و هذه في مواقف شخصية نعم حريص على تطبيق القانون و على عدم التجاوز و في قضايا يمكن كبرى في البلد دخلت عليه و أكدت لأن هذا هو القانون يعني و طلب مني أن أمضي في هذا الأمر الذي خالف رقبات شريحة واسعة جدا و أيضا في مواجهة الفساد و مكافحة الفساد في قضية كبيرة في البلد قدري أني جيت في الوزارة و هذا الموضوع كان أمامي و رأى أشخاص كبار و رأيت أن الاستجابة لطلبهم مخالف و كنت أحتاج إلى شخص يقف معي و على مستوى دولي و ليس على مستوى محلي و كان خيرا كان ردءا لي يصدقني و داعما لي يقف خلفي و هذا أمر وجدته في علاقتي و تعاملي معه أيضا تعاملت مع رجل شهد مع رجل يعني قبل أيام أحد الوزارة السابقين تكلم عن تجربة الوزارية و أثنى خيرا على رجل يستحق الثناء الذي هو سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله و أنه كان يقف مع وزراءه أنا أقول الشيخ جابر المبارك أيضا يقف مع وزراءه دفاعه عني تجاه هذه التهم و الأباطيل التي جاءت من الكوهين لا أعتقد أمر هين لو تبيت قيمة أن يعني يواجه هذه القوة و هذا التصريح و هذا المركز دفاعا عن وزيره هذا يعني أعتقد أنها فروسية و شهامه رجوله و هذه أنا ذكرتها حتى في الاستقالة المكتوبة للتاريخ شكرته عليها و شكرت أيضا باقي زملائي و أخوان الوزراء على موقفهم في نص الاستقالة كتب هذا الموضوع كتبتها لأنه يستحق أني أكتب الشيء هذا في حقه يمكن ما قلتها أول مرة و أفصح عنها كتبتها في استقالة مكتوبة للتاريخ أن هذا الرجل يستحق و أيضا للأخلاق العالية و أنا كنت دائما أقول أسمع البعض يتطاول عليه و يتهجم عليه بالأذى اللفظي و أقول لها يعني لحسن يكون فيه رد على هؤلاء لكن يمتثل قول الشاعر يخاطب نس فيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة يزيد سفاهة و أزيد حلم كعود زاده الإحراق طيبة هذا كلام واجب عليه أن يقوله في هذا اللقم نعم أيضا في الجانب الحكومي يعني تحدثنا عن رئيس ميس وزراء الشيخ جابر المبارك نتحدث عن الحكومة نفسها أهل الكويت تسألون يعني السؤال هل هناك تعاضي حكومي حقيقي بين الوزراء نعم أنا هذا وجدت التماسك وجدت أن كل حريص على تقديم النصيحة وجدت الوقوف مع الوزير في الأزمات و المحن و هذه شاهدتها أمامي وجدت أشياء يعني كلها يعني الحمد لله يعني لم أرى شيئا يسوء و بالمناسبة و في ذكر يعني الزملاء الوزراء و أحب أن أشيد بأحد الوزراء و هي الأخت الفاضل و الأستاذة القديرة هندس صبيحي يعني عكست وجها مشرقا لتجربة المرأة في العمل الحكومي و في القيادة في صلاحها في صدقها في جديتها في همتها في تفانيها في عملها في قوتها في أشياء كثيرة أنا أقول هذا الكلام لأنني سمعت بعض الإساءات التي وجهت لها لكن هذه كلمة حق تستحقها الأخت الفاضي لهم محمد نعم أيضا من الأمور التي تتعدد و نريد الاستفسار منك بأن الوزراء درجات في مجلس الوزراء يعني هناك وزراء من الدرجة الأولى الوزراء للشيوخ و يتم التعامل معهم بطريقة مغايرة عن الطريقة التي يتعامل بها مع باقي الوزراء ما شفت الشيء هذا بالعكس يعني ما شفت إلا العلاقة واحدة بالنسبة لي يعني اتكلم عن تجربتي اللي في مجلس الوزراء تتكلم برأيك بكل حرية و بلا حدود و بلا سقف حتى زمني و في التعامل نجد يعني المرونة و معاملة واحدة ما رأيتنا الكلام اللي يتكلمون عنها هذا من كل سواء داخل و الكل يعني و ما شاهدنا إلا بما علمنا طبعا الكل سواء نعم إذا ما أردنا التحدث عن الأخطاء الحكومية أيضا من خلال الحديث ذكرت بأن هناك أخطاء ولكن ليست مبرر لما يحصل من كثير من الأمور ولكن هناك أخطاء و خلل في العمل برأيك يكمن ضعف شخص الوزراء و كفاءتهم أم بالخطر الموضوع على الحكومة وين الخلل إذا كان فيه هناك خلل و خطأ ما أعتقد أنه فيه خلل يعني فيه اختيار الوزراء لكن الإشكالية فيه طبعا الإشكاليات و الخلل متعدد الرقم واحد كثرت الأعباء على الوزير الواجبات و المسؤوليات على الوزير الأكبر من طاقته و أكثر من زمنه و هذه شيء معلومة يمكن كثير من الناس ما يعني الوزير مسؤول عن وزارته و في الغالب كل وزير عنده وزارتين بعضهم عنده ثلاث وزارات و كل وزارة فيها هيئات تابعة هو مسؤول عن الهيئات التابعة الوزير عنده واجبات تجاه مجلس الوزراء اجتماعين في الأسبوع الوزير عنده مسؤوليات أيضا في مجلس الوزراء اللجان التابعة لمجلس الوزراء كل واحد مثقل بثلاث لجان أربع لجان اجتماع اللجنة القانونية كنا نجلس يعني في الاجتماع ست ساعات أيضا له واجبات في مجلس الأمة و الجلسات و اللجان ذات الصلة إذا كان فيه مشاريع تتعلق بوزارتك أو بهيئة من الهيئات التابعة لك التعاطي مع المناسبات الرسمية والبروتوكولات التعاطي مع الوسائل العلم ما في وقت فهذه القضية الأساسية وهي كثرة الأعباء أيضا البيروقراطية الموجودة بطء الدورة المستندية طول الدورة المستندية عندي مشروع جاهز يمكن الناس كلهم يشوفونه جاهز مبنى جاهز لكن لا أستطيع استقلها لأن مناقصة التأثيث ما أدرجت وتحتاج إلى مراحل لإدراجها ثم بعد فعندنا مشكلة يعني هذه من المشاكل أنتم كوزراء كوزير سابق كنتم تعانموا هذه الأمور لأن المواطن يشوف بأن تضليل هذه العقبات يجب أن يكون من وزراء وهذا ليس من الوزير وإنما من مجلس الوزراء وهذا أعتقد أن الكل مدرك هذا الخلل الكبير وصار فيه خطوات عملية لتقليص الدورة المستندية لترسية المشاريع وإقرارها نعم فاصل أخير ومن ثم سنواصل مشاهدي الكرام فاصل أخير ومن ثم سنطرح بعض الأمور التي طرحت في الساحة منها يعني الحكومة الشعبية وكثير من الأمور بعد الفاصل رجعنا معكم مشاهدي الكرام دكتور نايف العجمي ما هي النصيحة التي تقدمها لحكومة الشيخ جابر المبارك وسمو الرئيس أيضا نعم أنا أعتقد من أهم النصائح تسريع حركة التنمية وتنفيذ المشاريع وهذه أهم قضية يعني لابد من العمل على تنشيط هذه الحركة وعلى الإنجاز وعلى تنفيذ المشاريع وأنا أعلم أن هناك جهد مبذول في هذا الصدد لكن نحتاج إلى جهد مضاعف أيضا موضوع شرطي قبل قليل وهو تقليص الدورة المستندية لتنفيذ وترسية المشاريع وفي قضية أخيرة أعتقد أنها مهمة جدا وهو ضرورة الإسراع بتعيين ناطق رسمي للحكومة اليوم أخبار كثيرة يتم تداولها نعم إشاعات اتهامات ما في أحد يرد نلقى أحيانا بعض الحسابات في تويتر أو بعض وسائل الإعلام هي من مصدر لماذا لا يكون فيه ناطق رسمي و لازم يكون فيه ناطق رسمي و ليس فقط لمواجهة مثل هذه الإدعاءات والأباطل وإنما أيضا لتسويق المشاريع والإنجازات وأيضا تقديم المعلومة الصحيحة للمواطن بكل شفافية يعني المواطن لا يريد شيء زائد يريد المعلومة والمعلومة من مصدر أصيل حكومي نعم إذن ناطق رسمي هي أحد النصائح التي تقدمها لحكومة الشيخ جابر المغرق هل هناك نصائح أخرى؟ النصائح كثيرة يعني أعتقد ما فيه مجال لذكرها نعم يعني هل تعتقد بأن هذا الموضوع تروح كثيرا هل تعتقد بأن الكويت مهيئة لحكومة شعبية وهل الكويت مهيئة أيضا بالتوازي مع حكومة شعبية إشهار الأحزاب؟ لا أعتقد أنها مهيئة هناك أمر لابد أن نستوعبه الديمقراطيات التي نرىها أو التجارب الديمقراطية التي نرىها في العالم لا هي صح أن تأتي بنظام وتستنسخها في بيئتك لحاسم تكون عارف أن البيئة هل هي مهيئة؟ ثقافة المجتمع هل هي متقبلة؟ طبيعة المكونات هل هي قادرة على استيعاب مثل هذا مثل هذه الديمقراطية؟ كلنا نعرف أن الأحكام الشرعية أحكام رب العالمين الشرعية تختلف باختلاف الزمان والمكان كثير منها في أحكام ثابتة أحكام متغيرة أكثر الأحكام الشرعية متغيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان كذلك التجارب الأرضية في إدارة الدول في الديمقراطيات كل نظام بحسب تركيبة المجتمع وتكوين المجتمع ومكونات المجتمع وثقافة المجتمع نفسه أنا أعتقد أن المجتمع مجتمعنا الكويتي غير متقبل لفكرة الأحساب وأيضاً أنا على المستوى الشخصي لا أعتقد أن هناك منطق لموضوع الحكومة الشعبية إذن لم يأتي الوقت المناسب مو وقت مناسب نعم يعني قضية ليست مرتبطة بالوقت دكتور و أنا عندي وقت معين يعني ملتزم فيها أساس شريف سؤال جداً مهم لازم أطرحها عليك في الشأن الإقليمي الكويت موقعها الحارج الجغرافياً موجودها في بقرة السراع السياسي للدول المجاورة هل يمكن يعني اعتبار أنها على مقربة من التأثر بالأحداث الإقليمية هل ممكن ما يحصل في الساحات المقاربة في الدول المجاورة في الإقليم ممكن أن يسعب إلى الكويت هل ستتأثر الكويت تعطيني نص ساعة للمحظر هذا لا 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 ما ينفع طبعاً أنت في خط التماس وهذا الإقليم الملتهب أنت ملتصق به وليس قريباً منه أنت ملتصق به وهذا لا شك أنه سينعكس على الأمن سينعكس على الفكر سينعكس على الاقتصاد ولذلك أنا الأمر الذي أؤكد عليه أنا لابد من يعني لفة النظر والاهتمام للجانب الفكري للشباب الكويتي اليوم صار فيه تقبل فكرة تعش بسبب طرح طائفي للصراع والاقتتال الموجود في المنطقة وفيه شباب يعني سقار للأسف يعني اجتذبتهم هذه البؤر ولذلك أنا أقول لابد يعني هذا الكلام موجه للمربين والقدوات وأولياء الأمور والأسر أن يحرصوا على أفكار النشأ وأفكار الشباب من أن يتلقفوا هذه الأفكار المنحرفة القائمة على التكفير وعلى غير ذلك أيضا الوضع الأمني يجب أن نقوم بمسؤوليتنا الوطنية وأن نحرص على أمن البلد إذا كان فيه معلومة يعني نعتقد أنها يعني تخدم أمن البلد لابد من تقديمها لأن الوضع فعلا ملتهب ونحن في لسنا بعيدا ولسنا بمعزل عن هذه البؤرة المتأججة والمتأججة ونأمل بأن هذه التمنيات تصل وبعضها يعني يمكن نشوفها في الساحة في بعض الجوانب الأمنية في يعني رد هذه الظواهر الدكتور نايف العجمي شكرا جزيلا لك على التواجد معنا والإجابات المباشرة على جميع الأسئلة فشكرا جزيلا لك عارك الله فيك شكرا لك مشاهدين الكرام في العادة الختام يكون بكلمات مني ولكن هذه المرة سوف يكون اختباس من الدكتور نايف العجمي لا تكون رجل التافة التي يتحدث في أمور العامة يعني خليكوا الحديث موزون كما رأيتم في هذه المقابلة الهدف مل إثارة بل أعطاء القيم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر